تعالوا كده نتكلم من أيام كده يعني عايزة روح للخبر ده مع حضراتكم من أيام انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي والصورة كانت انتوا عارفين الناس بقيت تهتمة قوي بعلم الفلك يعني لأنه بقى فيه قراءات أكثر وبقى فيه يعني علماء فلك دايما بيتكلموا عن المجموعة الكواكب فبقى كانت فيه صورة الحقيقة الاقتران كوكبي المشترى وزحل ودول من أكبر الكواكب في المجموعة الكواكب والصورة كانت باينة وهما فوق الأهرامات والقرب زي ما انتم شايفينها كده الاتنين وكأنهم قريبين على فكرة فعليا يعني بالحساب هما مش قريبين للدرجة ولكن يمكن ربما بالنظر تبدو ان هما قريبين لكن هما مش قريبين بهذا ولكن الاقتران ووجودهم بعض أثار جدل كبير جدا والناس قالت دي ظاهرة فلكية نادرة الحقيقة هي فعلا ولكن هي ما كانتش يعني هذه الأيام هي تقريبا من سنتين وبتتكرر كل 800 سنة تقريبا الكلام الحقيقة كتير جدا اتقال على الظاهرة وتأثيرها على كوكب الأرض وهل فعلا دي حصلت الناس بقا عادت تقول لا يعني اختلفت الناس دي من سنتين لا دي حصلة اليومين دول والناس دايما بتربط يعني الاقتران ده بتاع يعني كوكب زي المشترة وزي زحل بانه ربما يكون يعني اقتراب انه يكون فيه كمان نايزك او يكون فيه حاجة نزلة من الكوكب يعني تنزل على الأرض كل الكلام ده كان موجود على السوشال ميديا والناس اتكلمت طول الوقت على الحكاية دي